قبل عشر سنوات كانت الانطلاقة لم تغب طهران بأحداثها الاستراتيجية والمؤثرة في العديد من ملفات المنطقة والعالم عن تغطيات وأخبار الميادين طمنا مواكبات على مدار الساعة ميدان نقش جهان بعد نقلها العاصمة من قزوين إلى أصفان كدول عديدة حازت على أهمية خاصة لأهميتها في المعادلة الإقليمية لحل الأزمة في كارباخ أزمة تؤكد إيران موقفها الثابتة حيالها وكبت الميادين انتخاب الرئيس الإصلاحي حسن رحاني في ولايتين وتوقيع الاتفاق النووي مع الغرب عام 2015 لكن لم يمضي وقت طويل حتى أعلن ترامب انسحابه من الاتفاق وفرض عقوبات قاسية على إيران وأصبحت السيناريوهات جميعها مفتوحة على التصعيد بين البلدين وكانت الميادين ترصد تسلسل الأحداث لحظة بلحظة في نقل الخبر وتحليله كانت المياه الخليجية مسرح التوترات حيث البوارج وحاملات الطائرات الأمريكية التي كانت تحت رصد وإشراف متواصل من مسيرات حرش الثورة وزوارقه السريعة أسقطت إيران طائرة جلوبال هوك الأمريكية في الأجواء الإيرانية في خضم توتر غير مسبوك لكن اللحظات الأكثر ألما وخطورة كانت عقب اغتيال الشهيدين الفريق قاسم سليماني وأبو مهد المهندس ورفاقهما في بغداد شيعت الجثامين بمسيرات مليونية مهيبة في لحظات تاريخية ومفصلية في المواجهة الأمريكية الإيرانية أثبتت التفافا شعبيا حاشدا على نظام الجمهورية الإسلامية ردت إيران بهجمات صاروخية على قاعدة عين الأسد في التوقيت ذاته الذي اغتيل فيه الشهيد سليماني بدأت إيران بتقليص التزاماتها ببنود الاتفاق النووي ردا على الغرب وإسرائيل واصلت حرب الظلي فاغتالت العالم فخرزاده بعد انتخاب جو بايدن بدأت محاولة وحياء الاتفاق من جديد فبدأت جولات الحوار غير مباشر بين إيران وأمريكا واستمرت بعد انتخاب إبراهيم رئيس رئيسا لإيران وأخيرا أطلت الفتنة برأسها من جديد بتوجيه ودعم وتحريض أمريكي وإسرائيلي لكن الجماهير المؤيدة للنظام وآدتها في مهدها كما يقول صناع القرار هنا رغم المفاوضات النووية تقوم سياسة الحكومة الحالية على مبدأ التوجه نحو الشرق وتعزيز الصناعات الداخلية لتحصين الاقتصاد الذي وكبناه لحظة بلحظة على شاشتنا من حمرية طهران الميادين الميادين